السلام عليكم الحدقال ووصفات القطاني كثيرة ومختلفة تابعوا معنا اليوم طريقة سهلة ولديدة عندي لك جوج حويش شهوة سهلة وفرصة لربح هادية رائعة في هاد الحلقة تفرجي شاركي وبرتاجي باش تحاولي تربحي ويمكن تكون انتي هي طوب حدقال فائزة هاد سيمانا هذه هي اللوبيا بالحم الراس لا تشبعون منها لكي نجد هذه اللوبيا سنحتاجه كيلو الحم الراس نصف كيلو اللوبيا بيضاء مرق دليلة في الماء بصلة مشلدة مطيشات محكوكين قبطة القصبر ومعدنوس 4 دروس التومة محكوكين 3 وريقات سيدنا موسى كبار مطيشات الحك كبار زيت زيتون ملح بزعر ملحة صغيرة سكامون ملحة صغيرة سكنجبير الملوم الطابعي السنسلة وبنطيا الضامة زعفرا وهذا هو ملخص المقادر على الشاشة موسيقى ندوزول التحضير نأخذ كوكوط ندير شوية زيت الزيتون ثومة البصلة ونخليهم يتشحر نزيدوا عليهم الحمر الرأس نقصوا العافية ونزيدوا البزار على حساب الرغبة سكينج بير الكامون الملح حساب الرغبة ونحركوا شوية ونفرتوا بأن الطياب ضامت لها الزعفران ملون طبيعي السنسلة ونزيدوا المسخون غريبة اللي نطلعت فيه الغلياء موسيقى ونسدوا عليه ونجدوه يطيب لمدة تربعين تخير موسيقى 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 وموسيقى موسيقى ونحركوا كل شيء ونزيدوا اللوبيا ونحركوا ونزيد قبطة الربيع ديالنا الماسخون حتى تغطالينا اللوبيا ونصدو عليها ونخليه وطيب لمدة 20 دقيقة نحطو اللوبيا في إيناء ونحطو فوق من هالحم الراس ونزيد شوية ديال لصوص ديال الحم وهاي الشوى ديالنا وجدة يا سلام علب النفية وبصحة وراحة نرجع للمصابقة ديالنا لكي تحاولوا تربحوا الهدية لهذه الأسبوع جاوبوا على هذا السؤال في الرابط لكي أعلى الفيديو ما حال الوقت تخذت لنا الشوى بشت طيب؟ ساعة لاروب؟ ساعة ونص؟ أو لا ساعة؟ قناة طب حدقا مرافقكم لكي نتشفوا مع بعض كل ما هو جديد في عالم الطقر نتمنى لكي تضربوا الشيوى ديال الحلقة وتردو علينا موعدنا في وصفة جديدة وفي مصابقة جديدة وفي هدية جديدة وما تنسوا لكي تضروا موقع قناتكم طب حدقا وتابعونا في الفيسبوك، انستغرام ويوتيوب